موسيقى حياكم الله في نهاية الشهر الماضي صرح دولته قائلاً يا شعبي الحبيب رواتبكم لن تمس في موازنة العام المقبل وصرح دولته وأيضاً رافع عن يده مودقولون ترى شهر الجاي ماكو رواتب وأجي الشهر الجاي والموازنة وصلت للبرلمان وأكثر من سيستقطع منه هم الموظفين هذا الموظف المسكين في دولة بين مزدوجين اسمها العراق يعاني ما يعانيه هو والمواطن المسكين صاحب الدخل المحدود بينما أصحاب الكروش وأصحاب الدخول المترفة والمتخمس واستقطع منهم أو لم يستقطع دولته فما عليهم ضيم وما عليهم تعب لأنه حتى إذا استقطع منهم عدهم رصيد قديم بس هذا المسكين اللي رافع خمسمية أو ستمئة ألف من تأخذ من عنده عشر بالمية أو عشرين بالمية يا دولة الرئيس من يرح يطلب المولدة ومن يرح ينطي للكهرباء الوطنية ومن يرح يجيب غاز ومن يرح يجيب مسواق ومن يرح يجيب دوة ومن يرح يطل ولدها ملابس وغيرها 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 فيا دولة الرئيس قلل من مستشارك وأكثر من رواتب الشعب المسكين ارتفاع سعار الدولار من صفحة هذه المصيبة ثانية تضاف لمصيبة الموازنة الاتحادية والتي هي موازنة لتجويع الشعب العراقي وليست موازنة لإطراف وإنعاش هذا الشعب ورحب بكم مشاهدي الأكارم في توك شو جديد ورحلة الموازنة بعد دخولها للقراءة الثانية في أرواقة البرلمان العراقي سووا ياها الجماعة اليوم راح أعرف مشاركونا الحديث في موضوع حلقة الليلة من توك شو دكتورة ميادة النجار أبو الحزب الديمقراطي الكردستاني والنائب في البرلمان العراقي حياكم الله أهلا مصر النائب الشيخ عبدالأمير تعيضان حياكم الله عن كتلة الصادقون في البرلمان العراقي حياك الله وسيكون معي بصورة والصوت من بغداد الدكتور ضياء المحسن عضو الخبراء الستراتيجين للعراقيين حياك الله دكتور ضياء مشارك الخير عليك وعلى ضيفك حياكم الله دكتورة ميادة طبعا بالمناسبة اليوم اللطيف بالأمر مشاهدي الأكارم أنه الشيخ عبدالأمير تعيضان جاني لابسة زي العربي العراقي ودكتورة ميادة جانت لابسة زي الكردستاني العراقي وبالتالي اليوم أنا جاء مع طياق الشهب العراقي ترى يعني تسوي وحدة بين العرب والأكراد اليوم الوحدة أريدها تستمر وأريد أشوفهم دفاعهم عن المواطن ضد الأحزاب والحكومة لو دفاعهم عن الأحزاب ضد المواطن وهو الحكومة استرجعنا أموال المهربة من الخارج يا استاذ عبدالأمير لا نبدو بيك شيخ نحن احنا صحيح يا السيدات أولاً بس أنا أريد أبدو بيشل الله يحظك ويسمى استرجعنا أموال المهربة من خارج العراق والمجمدة في البنوك واللي تبلغ بحدود 320 تريليون دينار عراقي ليش ما ترجعون هشم تاني قبل ما أبدو يأكد السؤال في الموازنة السويت بيحن نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكراً على حسن الضيافة والاستقبال من جنابك شكراً لك ومن قناتكم الكريمة وتحياتي إلى الدكتورة العزيزة زميلتي وأختي النائبة دكتورة مياد النجار وإلى ضيفك الكريم موضوع الأموال المجمدة العراقية خارج العراق لا تتحمل مسؤولية السلطة التشريعية وإنما هناك سلطة تنفيذية لديها صلاحيات دستورية هي المسؤولة عن هذا الموضوع وأنا دائماً طالبت الحكومة بدل ما تستخدم هذه السبل بالتقشف وفرض الضرائب كان عليها أولاً أن تعيد أموال العراق المجمدة بالخارج وأن تعيد أموال العراق المنهوبة بالخارج وأن تحاسب الفاسدين والمفسدين وأن تسيطر على مصادر موارد الدولة فهذه مسؤولية الحكومة وليس مسؤولية مجلس النواب دكتورة ميادة حياكم الله أهلاً وصلاً قيام الحكومة العراقية بفرض الضرائب على رواتب الموظفين خرق للقانون خرق للدستور وفق أي رؤية وهل سيكون البرلمان شريك عندما يوافق على الموازنة لأن إذا صرت شركاء أو الحكومة بهذه القضية تحاسبون من شعب ومني آني إحنا راح نقول يا مواطنين يا شعب ذولاً لصوتوا على الموازنة تحية طيبة لحضرتك وشكراً على الاستقبال تحية طيبة لضيفيك أستاذ عبد الأمير التعيبان زميلي وأخ عزيز ودكتور الضياء وتحية طيبة المشاهدين الكرام أينما كانوا طبيعي عراق يمر بأزمة اقتصادية خانقة ولكن هناك حلول ليس هذه الحل الموظف الكادح اللي ينتظر راتبة شهر كامل عليه مسؤوليات كهرباء مولدة مي أطفال مرض كورونا يعني كثير من الأمور الخانقة للحياة فما نقدر نقول رأساً نشيد على رواتب الموطن أضعف حلقة بالوطن هم الموظفين الكادحين اللي رواتبهم قليلة فأحنا مع عدم أحنا مو مع قطع رواتب أو مع تقليل من رواتب الموظفين بس أن عرضت عليكم الموازنة لو ما نعرضت أن عرضت علينا هاي صاغ موظفنا على الاستقاعات اللي بيها أحنا حتى لو البرلمان صوت أحنا ما نصوت أنا كنائبة ما أصوت على تخفيض أو تقليل رواتب الموظفين لأن هناك حلول أحنا نقدر نحل الأزمة الاقتصادية في العراق مثلا نفتح باب الاستثمار للأجانب المستثمرين للأجانب يدخلون للبلد مو أنا يعني أسد كل بيبان البلد وكل مشاكل تبقى كما هي تراكمات 17 سنة أحلها وأجي على الحلقة الضعيفة بالبلد هذا ظلم كبير للموظفين دكتور ضياء دكتور ضياء ذات اسماني حياك مساء الخير عليك مساء الخير عليك دكتور ضياء أنتم كمجلس خبراء عراقيين قعدتوا واشتغلتوا على الموازنة وقلتوا أنه راح تجهزون موازنة جديدة رديفة لموازنة الحكومة العراقية تقدر تقل الموازنة الاتحادية اللي قدمها مجلس الوزراء العراقي للبرلمان وتم قراءتها قراءة ثانية شون اللي لقيتوا بيها نعم بداية شكرا لكم وتحية لسادة النواب السيد عضو مجلس العفو عضو الحزب الديموقراطي الكردستاني والسيد النعب حقيقة الموازنة يعني أفضل لو أتطيني بس شوية وقت الموازنة مية واثناش مليار دولار نعم بالدولار مية واثناش مليار دولار كان مفروض أنه الحكومة مقدمة موازنة مقدارة تقدر بمئتيين تريليون دينار تم تخفيضها من خلال رفع سعر الصرف الدينار فانخفض العجز صارت الموازنة بمية وثلاثة وستين تريليون دينار طيب العفو الأمر إش قد كانت عندنا الموازنة المقرة تمام تمام إحنا المفروض من تبني موازنة تبني موازنة على أساس العام السابق بمعنى أنه أنا عندما أكون أبني موازنة لازم عندي حسابات ختامية للعام السابق حتى أجي أبني موازنة العام الحالي طيب بملاحظة أنه هناك نسبة نمو محددة لا تتجاوز العشرة بالمية في عام 2019 كانت عندنا موازنة بحدود الميت تريليون دينار عراقي المنجز منعتها مجموعة المنجز منعتها فيما يتعلق بالموازنة الجارية والاستثمارية لا يتجاوز الثمانية وثمانين بالمية طيب دكتور ابقوا وياي ابقوا وياها الجزئية أنا أريد أنتقل بيها وأرجع لك بس مجلد أنه أرضي بيها من جديد وضيوف وأرجع لك هاي المعلومة أنا أريد أنقلها للضيوف سادة عبد الأمير موازنة العام الماضي المفروض أنه موازنة العام القادم اللي هو عام 2021 اللي إحنا به الآن العام الحالي المفروض تبنى بناء على ما تم انفاقه في العراق من خلال المقارنة بين الموازنتين إذا أنتوا أنفقتوا بالعام 2020 88 تريليون وكانت الموازنة مقرب 100 تريليون هذا العام تقدم موازنة ب160 تريليون هذا الفرق الشاسع بياناتهم ألمن ومن هو المسؤول عنه الموازنة الآن اللي هي قريناها القراءة الثانية أمس يعني تشوبها كثير من التشاؤلات وتشوبها كثير من الانتقادات لأنه موازنة كارثية في ظرف صعب للبلد 164 تريليون في ظرف الحكومة الدعي أن هناك تقشف هناك عدم وجود عدالة في توزيع الثروة أو توزيع موارد البلد بالضبط موارد البلد النفطية 73 وغير النفطية 20 تريليون موازنتنا 164 فعدنا عجز 71 تريليون هناك ايش دعوة شيخنا 71 عجز ايش دعوة ليش سؤال بصير جايك بالحديث هناك إخفاق في عملية إعداد الموازنة وهناك إخفاق من من دواء من قبل الحكومة الحكومة والمتمثلة بوزارة المالية وزارة المالية جبت وزير المالية والتخطيط وزارة المالية والتخطيط والحكومة بشكل عام لأنها الحكومة هي ما وضعت الموازنة إلا انطرحت في مجلس الوزراء ومجلس الوزراء والوزراء صوت عليهم ينتمون إلى كتل سياسية وغير كتل جزء من عجل وأكيد أخذوا موافقات الكتل السياسية وزعمائها في هذا الوضع إذن هناك تخطيط يعني الزعماء موافقين على هذه الموازنة؟ واضح لأنه أعلن رئيس الحكومة بأنه قبل ما يرفع سعر الدولار أنه أخذ موافقة الكتل السياسية يعني موافقة الكتل السياسية على تجميع الشعب العلاق السارة عبد الامير نعم وافقوا على هذه الموازنة اللي عليها لغط كبير وأنه سوف تذهب إلى جيوب الأحزاب بالكتل السياسية من أجل الانتخابات القادمة يعني هذه موازنة انتخابات موازنة انتخابات وموازنة ظلم للشعب العراقي وإلا أنت تشوف وزارة الزراعة ووزارة الصناعة ووزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم والمارد المائية إلها من هذه الموازنة فقط 14% بينما تجي للطاقة والنفط والكهرباء والدفاع والإدارة العامة الطاقة 32% والأمن والدفاع 16% والخدمات العامة 19% يعني ماكو عدالة الصحة بمأساة كورونا أنت ممخصص لها أموات الصحة مخصص لها أربعة بوينت أربعة وهي أنت تمر في أخطر مرحلة إذا كانت عندك حرب وأنت تصرف صواريخ ومستشارين وإف-16 وواواوا كنت تطيها لكن اليوم أنت أخطر من حرب داعش عندنا اللي هي كورونا اللي تقتل الشعب العراقي بشكل عام بينما كان القتل هو فقط في خطوط الجبهة جوز يدعونه مت تطيها أربعة بوينت أربعة بالمئة جوز تتوجه الحكومة بالدعاء إلى الله ويشفي الشعب العراقي من كورونا والله موازنة ظالمة وموازنة عليها لغض كثير ونحن لا يمكن أن نعبر تلك الموازنة بهذا شكل ترميادة أنتم ككتلة سياسية إذا زعماء الكتل وافقوا على الموازنة ورئيس الحكومة قدمها بموافقة زعماء الكتل وعدكم وزراء موجودين داخل الحكومة العراقية أيضا صوتوا على الموازنة وموافقين عليها وعدكم تقولون بها إجحاف للمواطن بعد من الوافق عليها؟ أنا مثلا بمجلس الوزراء صوتت لو أنا زعيم كتلة رح توافقت وقالت الرئيس الحكومة يلا ماشيها للبرلمان خليوا وافقون عليها إحنا ككورت التمثيل الوزاري بالسلطة التنفيذية عندنا ثلاث مقاعد وزارية ثلاث وزارات نعم طبعا حضرتك تعرفوا الشعب العراقي يعرفون الخمسين زائد واحد هم أخواننا الشيعة طرح حتى لو يعني هل سبس وزراء الشيعة وافقوا على الموازنة؟ حتى لو إذا لا لدى أجيلك بالكلام حتى لو وزراءنا الكرد ما وافقوا على الموازنة أنا هسا أريد أعرف يصدقوها وزراءكم موافقوا لو ما وافقوا؟ أكيد ما دام هو الموازنة يعني صدقوا وزراء الشيعة حجاز سيد عبد الأمير قال قال مجلس الوزراء وزعماء الكتل وافقوا وأنتم كنتم موافقين زعمائكم عليها القضية؟ أحنا كوزراء موجودين بالسلطة التنفيذية موافقين على الميزانية ولكن هذه ليس الميزانية مشت هاي هي دا تمشي بالبرلمان لا أكيد هاي صدقوا قراءة ثانية قراءة ثانية بس أكو ملاحظات كثيرة شنالي عدكم عليها ملاحظات يعني مثلا راح ترجعون قسم من فقراتها تلغوها تخفوها بالموازنة؟ لا أكيد راح يعني في نقدر نعدلها تكون الموازنة في خدمة الشعب وفي خدمة الكتل السياسية يعني مثلا استاذ عبد الأمير قال هذه الموازنة هي موازنة انتخابات إذا انتخابات على حساب تجويع الشعب العراقي فبلاها من الانتخابات أنا أليد أسأل هذا السؤال عندي فقرات بالموازنة هي سعر الدولار سعر صرف الدولار واللي وصل إلى 145 أو 147 نعم وعندي قضية ثانية اللي هي الاستقطاعات من رواتب الموظفين والمتقاعدين نعم بنسبة 20 و 30 و 40 ما أعرف يعني كان الحكومة تعتقد أنه المليون ونصف بالعراق مبلغ بخم وهو يعادل ألف دولار فقط شهرية لعائلة كاملة واللي يصرفها أي وزير وأي نائب وأي مسؤول بالدولة العراقية أو مستشار من جملة المستشارين لتعينه ويومية طالع مستشار جديد بالدولة العراقية يصرفها في ساعة واحدة في فنادق خارج العراق بإفادات وهمية أنا اللي أريد أعرفها أنتم اللي راح تعبرون الموازنة تعبروها بفقرة الاستقطاع ورفع سعر الدولار لو لا ستنا يا عدد دكتورة طرح التصويد راح يكون فيصل إذا النواب وافقوا وصوتوا على هذه الفقارتين إحنا الكرد حتى لو ما نصوت راح تمشي الأمر وبعدين ارتفاع سعر الدولار مقابل دينار العراقي هذا أمر كان يعني المفروض رئاسة الوزراء يدرسون هذا الأمر بعدين يرفعون سعر الدولار مع البنك المركزي بهذه النسبة الضخمة لأن هذا إجحاف بحق المواطنين إجحاف بحق المواطنين وإجحاف بحق المحافظات من خلال تخصيص الأموال للمحافظات العراقية يعني مثلا دكتورتنا دكتورة ميادة مثلا قليم كردستان بي ثلاث محافظات مو؟ بلي بعد ما سويت وحلقت شو محافظة؟ أربعة صارت أربعة محافظات أربعة محافظات تستلمش قد إحنا والله إذا تنطيني مجال حتى أشرح لأ حصتها أنا علي تحصتها بالموازنة بالموازنة 12.7 مع الستة سبعة نعم نقول تلتعاش تلتعاش بالمية من الموازنة بينما عشر محافظات من ضمنها بغداد واللي تعدادها أكثر من تسعة مليون وما أعتقد أنه سكاني لقليم تسعة مليون بغداد وتسع محافظات جنوبية حصتها تسعة تريليون البصرة ما عندي الأرقام بالتحديد بس اللي أعرفها عشر محافظات بغداد والتسعة الجنوبية والوسطى هي أقل من موازنة تسعة مليون حصتهم تسعة عشرة هل من هذه عدالة؟ إذا أحنا نقارن موازنة الأقليم مع موازنة المحافظات خلينا نقارنها ويا موازنة الوزارات وزارات شون إش قد موازنتهم العتبات إش قد موازنتهم أكبر أكثر من إقليم كردس أنا الآن سؤالي إحنا عدنا عدالة بالتوزيع كحكومة حستم من إجتكم الموازنة وقلعتوها يا دكتورة ميادة قرأتي إنه أربع محافظات حصتها تلتطعش عشر محافظات حصتها تسعة العشر محافظات تعداد سكانها هو أكثر من ستين بالمئة من تعداد سكان العراق إي بس والأربع محافظات سكانها ما يتجاوز العشرين بالمئة من تعداد العراق نعم فبالتالي هل من المعقول أنه ستين بالمئة تاخذ حصة أقل من العشرين بالمئة نحن ندفع رواتب الفيشبرغة ندفع رواتب الإقليم يعني هذه الـ 13% جميع موازنة الإقليم من ضمنها جميع الأمور السيادية الحاكمة كل شهر تقولون ماكو رواتب وتدزل حكومة الـ 320 أو الـ 450 بزلو نعم ليس فقط نفقات الموادنة الخاصة بالأخوة الكرد وإنما الحكومة تبنت دفع نفقات الشركات النفطية التي استثمروا بها الأخوة الكرد وهذا أمر غير دستوري تجاوز على القوانين الأنظمة من الذي تجاوز على القانون؟ الحكومة لأنه مو منصلاحية الإقليم أن يتعاقد أو يقترض خارج سومه يقترض قروض ياخذ قروض بدون موافقة أو منصلاحيات المركز من الذي خالف الدستور الآن؟ الحكومة الاتحادية أو حكومة إقليم أين هم مخالفين؟ أنا قلت لك ولو هذا حق دكتورة شيخنا أنا هاي اللي دا سألت بها قبل ما أروح لإستاذ الدكتور دي مخالفة القانون والدستور من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان نعم مخالفتها مو المفروض اثنين هم يتقدمون للمحكمة باعتبار هذا مخالفة اثنين هم مستحقين يعني يتقدمون للمحكمة نقطة نظام من عام 2014 عراق الاتحادية استقطع موازنة الإقليم يعني مو خرق دستوري مو خرق قانوني تجويع الشعب الكردستاني مو خرق قانوني دا أسأل حضرتك إذا مو خرق قانوني تصدير النفط خرق قانوني دكتورة أنا هسا وسطتني المعلومة حصة البصرة والتي تأذى سكانها بحدود الثلاثة ونصف مليون نسمة يعني ثلاثة ونصف مليون نسمة مو رقم بسيط ولا رقم سهل حصتها سنويا ثلاثمائة مليار دينار يعني ميتين وخمسين مليون دولار أو أقل وبالتالي هاي متعادل متعادل تصدير نفط يومين يومين يعني البصرة سنة كاملة تأكل بتصدير يومين فقط أكو إنصاف بالقضية من الفين وثلاثة لحت هذا اليوم موازنات العراق كلها موازنات انفجارية أكثر من ألف ألف مليار دولار يعني ألف وميتين مليار دولار أنت مختصة بالقانون قلت ليه بالإدارة واقتصاد دكتور خلي أشرح لك اختصاصك بالقانون اليوم من يخالف الدستور والقانون شو سووا له بالقانون أنتو كإعلاميين حضرتك إعلامي بارس لما انقضعوا موازنة الأقليم سويت برنامج وجبت ناس دافعتوا عن الأقليم ما قلتوا للقوة السياسية أنتو ليه تتجوعون شعبكم ودافعت على رواتب المواطنين الكرد المواطن الكردي أخوي نعم ما عندي مشكلة أنا مشكلته مع السياسي أنا أعرف على مدهد أسأل هاي السؤال لأن أعرف حضرتك تشتغل بإنصاف أنا قضيتي ثابت الآن سؤال قانوني وأنت قلت أنا اختصاصي قانون نعم متمان قلت أنه درستي القانون فسؤال قانوني السياسي الذي يخالف القانون ويوقع خلاف القانون والدستور شو نعقوبته أحنا ما موقعين خلاف القانون أحنا سيف سايت أحنا بموجب الدستور كل يعني التفاصيل تصدير النفط شيخ عبد الامير قالتو لا أحنا ما مخالفين للدستور أحنا بموجب مادة 112 بالدستور العراقي قمنا بتصدير قمت بتصدير النفط ووقعتو مع الشركات بعلم حكومتكم الاتحادية الحكومة الاتحادية اتبر من إقليم كردستان اتقاطع إقليم كردستان قطع دفع الرواتب الإقليم يعني بعد أكثر من هذا شيء سوي بنا لأنه إقليم كردستان وقع العقود قبل ما يقطعون قطع عن الرواتب قطع عن الرواتب تصدير النفط قطع الرواتب أو قطع حصة كردستان من الموازنة كانت بعد التوقيع وبعد تصدير النفط لا 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 معلومات حضرتك مدقيقة استاذ عبد الامير لا 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 معلومات حضرتك مدقيقة يعني أرجع لدكتور دياء 2014 دكتور ضياء حاضر بالقضية دكتور ضياء مرة ثانية رجعت لك نعم دكتور متى تم قطع حصة كردستان من الموازنة الاتحادية أولا بس دعني أعلق على سيدنا نعم نحن نعرف أنه بعد داعش ومجي حكومة سيد العبادي سيد عبد المهدي عندما كان وزير النفط ذهب إلى الأقليم ووقع اتفاق مع سيد برزاني على تسليم الأقليم إلى 250 ألف برميل مقابل تسليم رواتي عام 2019 تقصد لا 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 عندما كان وزير النفط عفوا من كان وزير النفط في حكومة حيدر العبادي تمام فالأقليم بشرط بشرط أنه في حالة عدم عدم تسليم الأقليم إلى 250 ألف برميل راح تكون هناك مقاصة بين 250 ألف وواسع وقيامها ويسدد المركز يسدد الباقي الأقليم استمر ثلاثة أشهر ثلاثة أشهر في تسليم الكمية بعدها توقف عن التسليم بالتالي المادة تنطبق عليها أنه يتوقف يتوقف المركز عن تسليم الرواتب الحديث عنه أنه من المذنب من هذا طبعا كل الجانبين مذنبين ليش؟ لأنه أولاً الأقليم لم يبلغ في أنه سيوقع اتفاق عقود شراكة مع الشركات النفط اللي عاملة في الأقليم هي عقود استخراج لعقود شراكة كانت؟ لا عقود شراكة بخلاف عقود الخدمة التي وقعتها وقعتها الحكومة المركزية مع الشركات العاملة في جنوب العراق هذا أمر الأمر الآخر فيما يتعلق بالحكومة طبعا الحكومة أيضاً ملزمة بأنه تقوم بإيقاف الرواتب الأقليم فيما لو لم يلتزم باعتبار أنه الاتفاق عام 2014 هو ظل مستمر بين الـ 15 و 16 و 17 مذكور بالموازنة هذا الأمر استوجب من الحكومة أن تلتزم بهذا لكن الحكومة حتى في هذا الجانب لم تلتزم لأنه نعرف أنه سيد الكاظم حكومة سيد الكاظمي بشهر الرابع حتى الوزير وزير المالية قال أنا لشهر واحد سأدفع رواتب موظفي الأقليم وبالشهر الآخر بالشهر الخامس على أن تقوم حكومة الأقليم بتسليم الإرادات النفطية بالشهر الخامس سلمت الأقليم وأيضاً لم تلتزم حكومة الأقليم الآن الآن نتحدث يعني سيد قوبات طلباني هو يتعرف السيدة نائبة سيد دكتورة ميادة تعرف أنه سيد قوبات طلباني نائب رئيس الأقليم هناك وعجي وفد رسمي من الأقليم على أساس أنه تقوم حكومة الأقليم بتسليم 465 ألف برميل ونصف الإرادات حتى هذا الاتفاق حتى هذا الاتفاق هناك مشاكل بين الحزبين الكرديين فيما يتعلق بهذا الموضوع وأحنا عدنا حقيقة عدنا مشكلة في عدم مصداقية الأقليم في توقيع الاتفاقات السيدة نائبة أيضاً تتحدث عن المادة 112 وكان عبرة المادة 111 لتأكد المادة 111 من الدستور العراقي الذي تصل عليه السيدة النائبة أنه النفط والغاز ملك للشعب ملك للشعب من الجنوب إلى الشمال طيب أنتم أنا أسأل السيدة النائبة أنتم جاي صدرون نفط 250 أو أكثر حتى يعني الأقليم أنه الأقليم يصدر مليون برميل يومياً إلى 650 ألف برميل جنابك 650 وليش ما توزعراته بالموظفين شن المشكلة يعني إحنا إذا كانت المشكلة إذا كانت المشكلة لديكم مشكلة رواتب الموظفين من هذا المنبر نؤكد على ضرورة توطين رواتب موظفي الأقليم حال الموظف اللي بجنوب العراق واللي بغرب العراق وبشرق العراق حتى تنتهي هذه الموضوعة وننتهي من هذه الإشكالية وبعد ذلك نجي نحاسب حكومة الأقليم على صادرات النفطية وإرادات المنافذ أرجع لشيخ عبد الأمير كم منفذ حدود عندي بالعراق وأكو قبلها قضية وحدة أريد أسئلك عنها رئيس الحكومة يوم عشرين كانون الأول يعني بالضبط قبل شهر من الآن صرح قال موازنة العام المقبل لنتمس رواتب الموظفين الحكوميين أنتم برلمان وحقكم المراقبة وتحاسبون الحكومة بناء على تصريحاتها وعلى أفعالها فإذا الحكومة صرحت قالت لنتمس رواتب الموظفين قبل شهر واليوم ترجع الحكومة تقدم موازنة بها استقطاعات ما أنزل الله بها من سلطان حي موجودة عندي جاوبك جاوب هذا دليل واضح على كذب الحكومة يعني رئيس حكومة يعلن قبل شهر ويقول من يقترب ويودينا موازنة قاسم بها ظهر الموظفين احنا كمجلس نواب وتحدثت السيدة النائبة الدكتورة ميادة نرفض رفض قاطع التصويت على استقطاعات الموظفين عدى الدرجات الخاصة يعني عدنا الآن في مجلس النواب رأي عام بأنه رواتب الموظفين والمتقاعدين خط أحمر كل الموظفين كل الموظفين باستثناء الدرجات الخاصة درجات الخاصة من المستشار وفي الموظفين وفي المدير العام ما ندخل كل الموظفين نطيق كلام نطيق كلام من من برك أمام الشعب العراقي أنا والدكتورة بأنه أكو رأي عام في البرلمان بأنه لا تصويت على استقطاعات الموظفين عكس ما طلبت الحكومة ورادتها الحكومة يعني الشعب خليعرف بأنها الحكومة هي التي تسببت في هذه المشكلة وليس مجلس النواب وأن مجلس النواب رافض ولن يصوت على استقطاعات الموظفين وهذا قرار لدى جميع الأخوة النواب نفس القضية رئيس الحكومة صرح يقول الموازنة عرضت على الكتل السياسية وجميعها دائمة لإجراءات الحكومة نحن اليوم كمجلس نواب يختلف عن المجالس السابقة نحن اليوم نواب وأغلب النواب ما لهم علاقة بالاتفاقات في الغرف المظلمة والكواليس نحن ننظر لمصلحة وطن ومصلحات شعب يعيز ظرف استثنائي شون غلط مظلمة وكواليس اتفاقاتهم حسب ما يقولون الحكومة ويرؤساء الأحزاب للكتل السياسي ظاهر يعني أكو تنسيق عالي ما بين الحكومة رئيس الوزراء وما بين الكتل السياسي اليوم القرار لمجلس النواب ومجلس النواب لا يخضع لمزاج الكتل السياسية ورؤساءها اللي قاعدين في بروجهم العاجية ويتفقون مع الحكومة برفع قيمة الدولار واستقطاع الموظفين واعطاء هذه الوزارات موازنات كارثية وظنوا موزارات اللي هي الهتماس مباشر مع المواطن أيضا أنتم كبرلمان محددين بما تقوله هيئة الرئاسة ما رح تقدرون تتجلسون لا هيئة الرئاسة يا رئاسة لا أستلبرلمان لا هيئة الرئاسة هي دير الجلسة موت أمر الموظفين اليوم التصويت إذا دير الجلسة ليش لحد الآن ما قادرين تستجوبون أي وزير مع العلم أنه وزير المالية كم طلب استجواب الآن موجود إحنا ظرف البلد أستاذ العزيز ظرف البلد مر بظروف التظاهرات والأفاقات وتغيير الحكومة وأجد حكومة جديدة وأذيك الحكومة ظلينا أربع تشري يلا كمنا الكابينة هاي الحكومة ظلينا ثلاث تشري يلا كمنا الكابينة فظروف قاهرة ما قدرنا يعني حتى الوزراء يعني ما عرفنا هذا الوزير مثلا يجوى الدبقة ما صار عندنا مجال إحنا اليوم نطب مشكلة نطلع من المشكلة دخلنا من مشكلة التظاهرات بعدين دخلنا من مشكلة تعديل القواني الانتخابات المفوضية المستقل للانتخابات انخفاض سعر الدولار انخفاض سعر النفوط يعني مشاكل عويصة بالبلد صارت إحنا اليوم عدنا مشكلة وحدة اللي هي شغلة الرأي العام هي الموازنة الموازنة اجتنا ببنود كارثية لا يمكن أن تعبر بهذا وضع وهذا رأي عام في مجلس النوار يجب أن توزع ثروة البلد بشكل عادل ما بين المحافظات كلها وكذلك أن تكون هناك عدالة في توزيع الثروة على الوزارات يعني أنت وزارة الزراعة وزارة منتجة تنطي غذاء للشعب وانت تسوي لها موازنة ملاليم والفلاحين لحد الآن ما مستلمين استحقاقهم شيخنا البصرة ما منطيها البصرة مثل ما تفضلت اللي عايش عليها العراق اللي عايش عليها العراق فإحنا بالنسبة أنه هيش موازنة ما نعبر يعني الحد اليوم احنا ناقشنا الوضع بالبرلمان ما تعبر هاي الموازنة في هذا الشكل اللي يجب أن تتعدل بكل تفاصيل لا تتعدل أهل الحكومة لا احنا نعدل ونصوت عليها إذا ترجع للحكومة الحكومة طبعا يظلون يهوسون يقولون المجلس النواب رجحها وهي الأخطاعتهم هم اللي يفرضون الاستقطاع وإحنا اللي ما نقبل بالاستقطاع وهي الحكومة اللي يفرضت الاستقطاع على الموظف يعني أنت موظف راتبة مليون أو مليون ونص يعني أنه هذا الإيجار والماء والكهرباء وعلى ما قالت الدكتورة كذا وكذا وتستقطع من عنده يعني أنت هو أول أن صعد الدولان 30 بمية صعدت أقيام السلع البسوق 30 بمية نزلت راتبة شلون راح يواجه أنا أخذ من عنده 30 بمية 30 بمية يعني ما يبقى لي شيء يعني أنا ما أخذ من عنده 450 ألف 500 ألف هيرهاي حكومة الحكومة الأبوية الحكومة اللي هي قبل الشعب الحكومة اللي يجب أن تتعامل معه مع الوضع الاقتصادي شلون باقي الدول يعني تجيب وتخلي تشيس الشعب متاخذة من الشعب وتسد فساتهم وسرقاتهم اللي يباقوها من ثروة الشعب زين العسكر قاطعيهم مشمولين بالقطوعات وكموظف مشمول أكيد هذا الرائح يريد يريد يموت على مسمة الموظف لا بس أنا أطمناك ماكو استقطاع منه أطمناك فقط رواتبهم تستقطع دولة الحيتان ولو ما تفيد راتبة هو راتبة عنده ثروة طائلة خارج العراق وبالعراق يعني شيخنا هو سؤال بسيط جدا والله اللي قاعد على الساتر وعلى الحدود ومتحمل قهر داعش ويحارب وتارك أهل وناسة وتارك أهل وناسة عن طي مليون ونصف ونورة قسمنا عنده أربعمائة تلف واللي قاعد بمجلس الوزراء كل الأنظمة السياسية اللي حكمة العراق كل الأنظمة الملكية وعبد الكريم وعبد السلام وعبد الرحمن وحتى البعثية والبكر وصدام والجماعة كانوا يزيدون الرواتب للشعب العراقي في كل يوم عيد وطني وفي كل عيد عيد إسلامي كل الأنظمة من 1921 دي اليوم لحت سقوط النظام 2013 هذا النظام لا يستقطع من الموظفين ديش الأنظمة تزيد الرواتب في شتة كانون في عيد الفطر مكرمة مكرمة هاي اي لا لا جيالة الرواتب كانت اقدر اقول 2021 مكرمتهم للحكومة العراقية قطع رواتب مو مكرمة يا أخي هم شو متفطلين على الشعب ومكرمة هم بايقين الشعب هم مدمرين الشعب هم أصلا ما يشتغلون شغل دولة موظف ينتظر سنة كاملة على مديزيد راتبة 8000 دينار المفروض الدولة تطمونح للموظف سنة كاملة على مديزيد 8000 دينار أجأني أقص من عند قص ياخذ من عند ضريبة ويزيد شعر الدولار وترتفع أسعار السلع ويقل لك شلون أنت ما ترتكب جريمة شلون ما يبوك هذا المواطن اللي عده شباب 4-5 بطالة قاعدين بالبيت من ين يجيب من ين يجيب يضطر يسرق يضطر يقتل يضطر يطلع من الطريق فهاي الحكومة الأبوية الرائية لمصالح الشعب يا شعبون الحبيب أرزع ويجد دكتورة مرثة الثانية دكتورة باقين بالموازنة احنا ونسألت بها أنت ذكرت المادة 112 ودكتور ضياء المحسن ذكرت المادة 111 اللي تقول النفط العراقي والغاز النفط والغاز ملك ثروة باعتبارها ثروة طبيعية هي ملك لكل الشعب العراقي لكن الثروة اللي موجودة بكردستان هي لكردستان بينما الثروة اللي موجودة بالبصرة وبالعمارة وبالناصرية هي ملك لكل العراق ومعها كردستان هاي أريد تفسري ليها قبل ما أجاوب حضرتك خليني أنطيف الآن أريد هاي هو هذا هذا السؤال أنا انطيت سؤال مضبوط شوف أقليم كردستان من 2014 ما مستلم موازنة من الحكومة الاتحادية ليش من 2014 2019 أخذ جزء قليل و2020 هم أخذ جزء ليس الموازنة الكاملة بحجة هو يصدر نفط أحنا كأقليم كردستان وكتاب رسمي من سومو أقليم كردستان يصدر 430 ألف برميل يوميا والتهريب ماكو تهريب ماكو تهريب عندك دليل تهريب عندك دليل بالتهريب واني لحد الصباح أقول كم منفذ موجود في كردستان لا تخليني أنا أكمل بعدين أجيلك راح نحكي إذا أكو تهريب أو ماكو تهريب عندك دليل أكو تهريب قدم الدليل حتى نناقشها بس هيكي كلام بدون دلائل يعني يعني شون أصورهم وأجيبهم لا لا أصورهم وأجيبهم بكتورة يعني أصورهم وأجيبهم إذا أنا ما عندي دليل ما أقدر أتهم شون أتهم خلي أكمل كلامي بعدين نجحة التهريب بكتاب رسمي من سومو 430 ألف برميل نفط يوميا نحن نصدر من هاي نستخرج من هاي 430 ألف برميل يبقى لنا 250 ألف برميل الأقليم كردستان يوميا على مهد هاي مخليين 250 ألف برميل لأن 150 ألف برميل يوميا يعخذها الشركات مقابل استخراج وتصدير ونقل وحضرتك تعرف اشكال تكاليف النفط وخمسة وعشرين ألف برميل يوميا استهلاك يوميا زين اللي يبقى صافي للإقليم 250 ألف برميل على مهد هاي 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 مخليين إقليم كردستان يجب أن يسلم 250 ألف برميل يوميا وفي موازنة 2019 عندما إقليم كردستان مسلم النفط هذه 250 ألف برميل يوميا كان الحكومة الاتحادية يستقطع مبلغ 250 ألف برميل يوميا يعني إذا أتصور في موازنة 2019 حصة الإقليم كان 10 تريليون وكسر بعد ما استقطع فلوس يعني المبلغ مقابل 250 ألف برميل صار نص المبلغ دزلكم إياها عادل عبد المهدي كلها لا 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 استقطع مبلغ لا 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 عادل عبد المهدي دز موازنة إقليم كردستان كاملة لا 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 كل الحكومات اللي إيجت هي جامل الإقليم لا 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 جاملنا ولا دزولنا ليش يجاملوكم رؤساء الحكومات فلوس 250 ألف برميل يوميا من حصة الإقليم إحنا كنا واللي قبل كان يصدر وين اللي قبل من 14 إحنا ما بسلمين موازنة الإقليم من بغداد من الاتحادية من 14 وخليها خليكون يعني 14 15 16 17 18 إنتم ما بستلمين موازنة إحنا ما بستلمين موازنة وهاي الموازنة إشقت حصتنا 60 تريليون من هاي 60 تريليون إحنا ما بغداد لدعش تريليون يحولكم أكثر من 350 مليا لا 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 مرتين وصارت ضجع لا 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 أبت هي الحكومة تقول صدق طيناكم أنا أنا أقول الحكومة تقول هو البرلمان هو البرلمان صوت على قانون العجز المالي وقفوا أنا يريد تجاويني على هذا أنتو شركاء بالعراق لو مو شركاء بالعراق أحنا جايين كشركاء حقيقيين بس هم الاتحادية والقوة السياسية الموجودة في الحكومة الاتحادية يعتبرون مشاركين وليس أنا سؤالي بس مجرد كلمة واحدة أليس شركاء لو غير شركاء أحنا من عدنا أحنا جايين كشركاء هذا أليس الجواب حتى أكمل وياك أنتو تقولون أنه أحنا شركاء بالعراق تمام نعم طيب الشريك بالعراق يشارك العراق بكل شي النفط والغاز هو ثروة طبيعية ملك كل العراقيين نعم أنتو تاخذون من حصة البصرة لكن متطون من حصة كردrie أحنا ما مغذين من حصة البصرة هاي تشبيه حقيقي لا خليّ مشاهدين الكرام يعرفون أحنا ما مغذين من حصة البصرة نهائيا 90% من موازنة العراق هي من البصرة دكتورة أحنا مغذين من جميع موازنة العراق 95% من موازنة الاتحادية وين راح دكتورة ألي أسأل وين راح أنتوا سألون الحكومة بياناتكم سألون الحكومة سألون باقي القوة لكن أنا أسأل النائب من أجيبه هنا السؤال اللي أرتب لي وهي إليه باعتباره يمثل جهة معينة لا أحنا نواب عن جميع العراق أنتوا سألون الحكومة تقول له هوين يروح الباقي مو أنا أسألها مو تسألون يعني دين أنا بمسؤول عن تصرفات حكومتكم مو أنت تتحرك الحكومة الحكومة مو أنت تتوجه أسئلة لازم حضرتك هم تسأل سأليني أنا ما أنسأل أنا أسأل بالبرنامج دكتورة تسأل وقال إذا أسأل أنت تسألون قوة سياسية العراقية أنت تسأليهم أنا ما لدي الوقت يضيع من عندي أنا ما لدي الوقت يضيع من عندي 90% من موازنة العراق هي من البصرة 10% ما بين منافذ وموانئ ونفط و10% من باقي العراق أنتوا 90% كل العراق يشارك البصرة بيها لكن حصتكم أنتم من ثروات العراق محش شايفة كم منفذ موجود عندنا بالدولة العراقية شيخنا منافذ كثيرة المنافذ كردستان إيش قد؟ كردستاني هواية ما أعرف أن باش هم مصدرين عدية أكو 20 منفذ أكو 20 منفذ حسب كتاب رسمي حسب كتاب رسمي صادر من مجلس الوزراء أكو عندي 20 منفذ حدودي غير رسمي في كردستان للتهريب كم منفذ؟ 20 هو أقليم كردستان كم كيلو متر مربع حتى كم كيلو حدود أقليم كردستان حتى يكون عنده 20 منفذ خير من الله تبدي من منذني إلى أن تفتر إلى سوريا ما أعرف حضرتك إذا تحكي على أقليم كردستان أقليم كردستان كجزء من الأعلاق لأقليم كردستان جزء من أفغادستان لا 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 أكره أقليمكم وعدكم 20 منفذ أكثر من 20 منفذ حدودي هذه المعلومات مو صحيحة هذه المعلومات مو صحيحة كتاب إجاكم رسمي من حيدر العبادي من كان رئيس حكومة وطالبكم بإغلاق المنافذ الحدودية غير الرسمية التي كانت تستعمل للتهريب لا أبدا مو صحيحة أكو منافذ بكردستان غير رسمية للتهريب كثير رفايا موران أقول لك الأخوة الكرد إذا تسمح لي وتسمح للدكتور نعم حتى أختموا إياك الأخوة الكرد الأخوة الكرد اللي بيدك اللي يحص بي واللي بيدي ما لك شي بي لا هو نظام فدرالي يعني اللي بيدك هاي ملخص الحتي ملخص الكلام اللي بيدك يا بغداد اللي يحص بياك زيان اللي يحص بالوزارات اللي يحص بالوكالات بالهيئات بالمالك اللي يحص وياك بالمنافذ بالموالك اللي عندي ما لك شي بي لا تسألني عنه هذا إلي شيخنا طبعا إحنا ما ما نقضينا استحقاقاتنا لا استحقاقاتنا بالوزارات ولا بالسلطة التنفيذية إحنا عدنا 25 وعشرين مقعد برلماني ثلاث وزارات شو تريدون بي 25 وعشرين مقعد رئاسة الجمهورية أنتوا رئيسون سعراتكم نا رئيس برلمان نا عينو استحقاقاتنا يعني بعد يردون يعني مثلا كل المناصب الموجودة في العراق إحنا مماغذين أكثر ما يتجاوز 60 إلى 65 مصب مع البرلمان معها خبط شكالت تردون يا أستاذ الفاضل إحنا يعني لما شي اسمعه المناصب لما تتوزع في العراق بموجب شنو تتوزع ممكن سؤال بسيط ممكن سؤال بسيط دكتورة ميادة لا لا خلي أكمل حتى تكملين والله حتى تكملين لا لا خلي أكمل آني شركة كوراكو أساسيل بكردستان ما المنو ألطيني مجال خلي أكمل كلامي وبعدين أرد على هاي السؤال أحنا كحزب الديمقراطي عدنا 25 مقعد انتخابي ما على مستوى العراق أكبر حزب جايب 25 مقعد انتخابي مو بسيط تيار السدري بعد الاعتلافات والتحالفات احنا ما عدنا لا تحالف عدنا ولا اعتلاف عدنا مع أي حزب واحنا 25 مقعد وكل الأحزاب الكردستانية تقريبا 60 مقعد ناخذ وزارات ثلاثة وإخواننا الشيعة 12-13 وإخواننا السنة 6-8 وزارات على شنو التوزيع على شنو هاي واحد اثنين من الموازنة احنا ما ما قضينا استحقاقاتنا من 14 إلى يومك هذا إلى 19 يلا بال19 دزولنا جزء بسيط من الموازنة وكي وال13 بالمئة حضرتك دا تقصد هاي بيها رواتب بيش مرقة معها رواتب ضمان اجتماعي الشهداء السياسيين أنا ما لدي أخر الشيخ بس يا ريت الشباب راح أبقى أسوله في الدكتورة شيخنا انت تقدر تاقل راحتك طبعا مشاهديه لك يترخص من عندنا شيخ عبدالاميرت عيبان النائب البرلماني عن شكرة للصادقون شكرا لك لكم ضيف ويانا شكرا لك على راحتك ذات تتوكل أنا أبقى أكمل ويد دكتورة شباب بس يقول لشيخ حتى نعم فضل شيخنا ست ميادة دكتورة في أمان الله شكرا شركات الهاتف النقال اللي هي آسيا سيل وكورك ما المنوع تكم في كردسة ما المواطن عادي ما المواطنين أكتف بهذا الرد إذا كانت ما المواطن عادي نعم هو مواطن عادي لكنه يملك منصب يملك منصب رئيس حكومة عندك دليل بهذا نحن قاعدين في منبر طبعا طبعا احنا ما قاعدين من هذا الكلام ونحن ما قاعدين في مقهى ونصولف أنا إذا ما عندي دليل مواطن عادي يمتلك شركة اتصالات والحكومة تطلب فلوس وما يسدد لها تعقليها أنا أريد من عندك الجواب معقولة لا مو معقولة بس هناك مشاكل مشاكل مادية مشاكل كورونا احنا ليش ما نعترف نقول انه هاي الشركات تابعة لجهات سياسية وليش هاي مو احتراف اذا ما لجهات سياسية اشنا نقول هاي الشركات ما لجهات سياسية وليش يعني ننظمها على الشعب العراقي وليش ننظمها على شعب اقليم كردستاني يعني اذا هاي الشركات الضخمة يملكها مستثمرين وإلهم حصص مجموعة من المستثمرين وليش أنا استاذ استاذ ضياء دكتور نعم دكتور هل بالإمكان للموازنة الاتحادية المقرمة من قبل الحكومة الاتحادية أن تكون موازنة حقيقية أم أنها موازنة وهمية تريد من خلالها الحكومة العراقية أن تدمر الشعب العراقي آخر دقيقة الموازنة الحالية موازنة انتخابات بامتياز بمعنى أنه إحنا لو نرجع الموازنة 18 أو 17 اللي سبقت انتخابات 18 راح نشوف نفس الزيادة الموجودة الآن في موازنة 21 بالمناسبة بالمناسبة تم حساب النفط على 42 بينما اليوم سعر النفط 57 57 وإحنا العراقي بي نفط البصرة بعلاوة 61 بمعنى إحنا راح نشوف نفط البصرة راح يباع ب59 دولار للبرميل هذا أمر أنا بس شوية أريد وياك ويا سيدنا وقت البرنامج وقت البرنامج عدي إليك دقيقة واحدة دقيقة واحدة 22 منفذ بالنسبة فيما يتعلق بالمنافذ الغير رسمية السيدة تتحدث عن آسيا سيالو وكورك الضرائب اللي هي مسجلة في بغداد هذه الشركتين مسجلة في بغداد وتدفع ضرائبها في كل من أربيل وسليمانية مطلوبة ضرائب عفواً مطلوبة ضريبة القيمة المضافة اللي هي 20% من سعر الكارت مطلوبة لهاتين شركتين بحدود 12 مليار دولار الشركة المجتمعة كثير من المشاكل مع الأقليم تعرفون أنه المنافذ الحدودية أيضاً لغاية اللحظة ترفض حكومة الأقليم أن نسلم حسابات الختامية لدوان الرقاب المالية حتى الدقيقة هذه أمور المجتمعة يعني تلقي ضرائل الشك على حكومة الأقليم وإجراءتها المالية شكراً شكراً جزيلاً لدكتور ضياء المحسن مطلوبة لدقيقة واحدة المقرد يقول لي اختم دكتورة راح يكون إلي لقاء قادم مع دكتورة ميادة النجار النائب ميادة النجار وحيكون اللقاء الآخر أيضاً أتحدث به فقط على كردستان وهذا وعد من عندي إلها وعد منها تحضر هنا وتكون هي ونائب آخر يتحدثون بموضوعة كردستان وخلاف بغداد أربيل خلال الأسبوع القادم شكراً جزيلاً لضيوفك أنا معي في توك شوالليلة الدكتورة ميادة النجار شكراً لكم الشيخ عبد الأمير التعبان الذي غادرنا شكراً له مرة ثانية وكذلك شكراً وصول إلى ضيوفي بصورة وصويت من بغداد الدكتور ضياء المحسن شكراً لك دكتور حتى ألتقيكم يوم غدنا أحبتي أترككم في علاق آمن شكراً لكم